بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم من جديد سنتمم تتمية درس درات والأيونة لمستوى السنة الثالثة توقفنا في الفيديو الأول عند حساب الشحن وعرفنا أن نواة الذرة تتكون من نواة وإلكترونات وعرفنا أن نواة عند شحنة كهربائية مجابة نحسبها بالعلاقة Qn تساوي زائد زيد أ بالنسبة للإلكترونات Qe تساوي ناقص زيد أ زيد هو عدد إلكترونات أو عدد ذري ثم شحنة الذرة نجمعه Qn مع Qe ونقول أن الذرة متعادلة كهربائيا هذا الشيء الذي يجدول شفناه بطبيعي الحال الآن سنمر إلى الفقرة أيونات وهذين بدأوا هذه الفقرة بحساب الشحن من جديد الآن نأخذ مثال ذرة الكلور ذرة الكلور قد تستعمل في عدة مجالات النموذج الدري ديالها أو النموذج حسب شرودينجر هو هذا بحيث تستحميل سبع عندها زيد ديالها كيساوي العدد الدري كيساوي 17 نرمز لها بسي أل إذن هذه الدرة الكلور بطبيعي الحال هم سنحسبوه لها شحنة النوات ديالها وهي Qn تساوي زائد زيد أو تساوي زائد 17 لأن العدد الدري ديالها هو 17 هذا هو بالنسبة لشحنة الإلكترونات نفس الشيء Qe تساوي ناقص زيد أو تساوي ناقص 17 وأيضا شحنة الدرة نجمعهم كما ذكرت زائد 17 أو زائد ناقص 17 أو تساوي 0 إذن لما كيف يفهم حساب الشحن نرجع الفيديو الأول لذرة الدرة الأيونات يراجعون بسيطة مزيان حد ما نشاهد في الحصة الماضية في الفيديو الماضي في ظروف معينة تكتسب ذرة الكلور إلكترون واحد في ظروف معينة هذه الدرة ستكتسب واحد إلكترون يعني واحد إلكترون يأتي من بره يدخل السحابة الإلكترونية سنعيد حساب من جديد سنحسب شحنة النواد وشحنة الإلكترون إذا لاحظوا السحابة الإلكترونية والله فيها 18 الإلكترون في الحالة الثانية إذا بالنسبة لشحنة النواد تساوي زائد 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 سبعة عشر هنا كم جمعة متلمين سيتساءلون لماذا لا يوجد 18 لاحظوا جيدا النواد النواد لم نتدخل في شؤونها بطبيعة الحال ما تدخلناش في النواد ما حيدناش شي شحنة من النواد ولا نقصنا شي شي حاجة من النواد إذا شنون يتغير فقط الإلكترونات ومالك يتغيروا ردوا البلد القضياتي إذا إحنا شنون يدرنا فقط جاء واحد إلكترون من خارج إلى داخل السحابة الإلكترونية ما دخلش للنواد السحابة الإلكترونية وبتالي شحنة النواد ستبقى كما هي لكن بالنسبة للشحنة الإلكترونات هذه تزال نواحة الإلكترونية تولي ناقص 18E ثم شحنة الذرة QA تساوي QN زائد QE وهذه نجمعه زائد 17E مع ناقص 18E تساوي ناقص E يعقلوا عليها ناقص E هذا يرجعوا عليها من بعد إذا مشيون ناخده مثال آخر وهو درة السوديوم درة السوديوم الرمز لها هو N A و العدد الذري لها هو أحدش يعني في أحدش إلكترون يعني أحدش الإلكترونات يكون السحابة الإلكترونية نفس الطريقة نحسب شحنة النواد والإلكترونات والذرة QN تساوي زائد ZE تساوي زائد 11E بالنسبة للنواد بالنسبة للإلكترونات ستكون ناقص 11E ثم بالنسبة للذرة سنجمعهم ستساوي 0 ستساوي 0 لكن في هذه الحالة سيحدث العكس في ظروف معينة تفقد ذرة الكلور إلكترون واحد هات السحابة الإلكترونية هاته يمشي منها واحد ذرة السوديوم ستفقد إلكترون يمشي من السحابة الإلكترونية العكس اللي وقع في الحالة الأولى الحالة الأولى يكتسب إلكترون هاته وقعت غير طبيعي عدد الإلكترونات وقعت عشرة إلكترونات في السحابة الإلكترونية من جديد نحسب شحنة النوات والإلكترونات والذرة طبيعي الحال نطبق نفس طريقة شحنة النوات هي نفسها لم نلمس النوات فقط تغير عدد الإلكترونات وبالنسبة للإلكترونات شحنة الإلكترونات تساوي ناقص ZE تساوي ناقص 10E هنا تكون ناقص 11 هنا تكون ناقص 11E ناقص 11E هنا تكون 11 هنا تكون 10 ناقص 10E ثم نجمع زائد 10E ثم نجمع زائد 10E زائد 10E ثم نحن 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 إذن هنا بنسبة الحالة الثانية بناخذنا ذرة السوديوم حادثة العكس حيث كانت تساوي 0 لكن عندما فقدت الذرة فقدت إلكترون حصلنا على الشحنة ديالها تساوي زائد أ وذكرنا في الفيديو الأول من بين خصائص الذرة أن الشحنة ديالها تساوي 0 ولكن في الحالة الثانية لا تساوي 0 من فقد إلكترون لا تكتسب لا تساوي 0 لأن هذه ليست ذرة وإنما نسمى ومن بعد ما يسمى بالأيون إذن هنا تعريف الأيون بسيط جدا هو عبارة عن ذرة أو الحاجة عبارة عن ذرة هذه الذرة ماذا حدث لها فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر إذا الأيون هو ذرة أو مجموعة من الذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر وبالتالي هنا نكتبه عندما فقد إلكترون نسميه أيون السوديوم ثم نسميه أيون الكلور وهكذا إذا ما نرى تعريف الأيون إذا الأيون هو كل ذرة أو مجموعة من الذرات مرتبطة فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر وهو نوعا كان لدينا الأيون الموجب ويسمى بالكاتيون كان لدينا شو فينا هنا كان لدينا الدائرة ويسمى بالكاتيون كاتيون وهو مجموعة من الذرة المرتبطة التي فقدت إلكترونات فقد إلكترونات دائماً لديه الذي يفقد الإلكترونات كي تسمع بالكاتيون ها هما الأمثلة نا زائد آل ثلاثة زائد سي ازائد بأما أنه موجب كنت ندر لي واحد الرمز هنا دي العلمات زائد كي يدل على أنه فقد إلكترونات إسم بالكاتيات مثل ذائد سي اعد수가 إليكترونات نوع الثاني نوع الثاليان هي الأيون الساليب ويسمى أنيون وهو ذرة ومجموعة منذرة مرتبطة هنا العكس اكتسبت إلكترون او أكتر أي الأمثلة العكس سأل ناقص ناقص أي الكلور اكتسب الكلور هذا الكلور هو الكلور هو الكلور ناقص هو الكلور ندخل عندما تفقد إلكترون ستتحول إلى طبيعي الحال نسميه كاتيون أما إذا كسبت إلكترون أو أكثر ستتحول إلى أيون سالي يسمى أنيون هنا نمشون بعض الملاحظات أيون أحادي الذرة وما يسمى بأيون متعدد الذرات أيون ناتج عن ذرة واحدة يسمى أيون أحادي الذرة بحالة لدينا ذرة الكلور إذا تحولت الأيون تستعيل ناقص يسمى أيون أحادي الذرة في ذرة واحدة نرمز للأيون أحادي الذرة بنفس الرمز الذرة التي ينتج عنها نفس الرمز يمكن أن تزيد لها حالة اكتسبة أم فقدة تفقين نسبة الأمتداء أيون نحاس هذا فيما يخص أيون أحادي الذرة في ذرة واحدة أما بالنسبة للنوع الثاني وهو أيون متعدد الذرات هو الأيون ناتج عن مجموعة من الذرات المرتبطة يسمى أيون متعدد الذرات إذا كان لدينا كثير من الذرة وفقدوا أو كتسبوا فهذا يتسنفو ضمن أيون المتعددة الذرات مثل أيون هيدرونيون في الهيدروجين والأكسجين في ذرة الهيدروجين والأكسجين إذا هذا أشأ ناقص هو عبارة عن أيون متعدد الذرات بالنسبة للآل ثلاثة هذا ليس أيون متعدد الذرات هنا سنجد أمثلة أخرى نأخذ أش ثلاثة وزائد هذا أيون متعدد الذرات أي الأكسونيوم في ثلاثة الهيدروجين وفي ذرة الأكسجين وهكذا نكمل نأخذ بعض الأمثلة عندما تفقد أو تكتسب الذرة منسبة الإلكترونات لا يترى أي تغيير على النواة النواة لا تستطيع هذه الملاحظة لكي نرى قبل إذاً منسبة للنواة لا تستطيع أي علاقة بفقدان أو اكتساب الإلكترونات يعني هي في المركز الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية شحنة الأيون هي الشحنة التي تحمل صيغته يعني إذا نريد أن شحنة الإلكترونات كين شحنة الإلكترونات كين شحنة الإلكترونات كين شحنة الناوات وكين شحنة الأيون كي مبقاش كنقوله شحنة الدرة إلا عندنا أيون كنقوله شحنة الأيون إذن شنو قد نديره إذا بغينا شحنة الأيون ممكن أننا نجيبها غيم الصيغة مثالنا طوكم F E ثلاثة زائد هذا أي الحديد ماذا حدث له فقد ثلاثة إلكترونات ماذا هي الصيغة ديالو بكل بص أو الشحنة ديالو كنشد هذه لاتزالك نديره زائد ثلاثة أ هذه الشحنة ديالو تفقيل نخده الأيون تاني أي البرمنغانات هو هذا ماذا حدث له نديره Q E تساوي ناقص إثناني أ نجيبناها من هذه الصيغة اعتدتكم مثال آخر مثلا أي الهيدروجين ماذا حدث له أديره Q E تساوي زائد أ تفقين؟ إذن دائما نقلوا إلا أعطوكم لأيون الصيغة ديالو فالشحنة ممكن نجيب دوها غير منه نشوفها تشوف الأمثلة من بعد إذن هنا هنا لدينا واحد الطبيق بسرعة لنجاوبه عليه لدينا أي الكالسيوم أي الكالسيوم هو الرمز الشحنة ديالو العدد الدري ديالو يعتوه هنا 20 ما سيكون عدد الإلكترونات هذا يكون 20 ديالو ونقسم ناجوج لأنه فقد إلكترونات 18 والشحنة ديالو فقد إلكترونات فقد إلكترونات سأل ناقص العدد الدري ديالو 17 ما سيكون عدد الإلكترونات هذا ناقص ما تعني؟ تعني أنه اكتسب إلكترونات يعني أتولي عنده 18 اكتسب إلكترونا نخذ مثل أخر عدد در 11 كيف يكون عدد الإلكترونات؟ سوف يكون الزائد فقد إلكترونات الشحنة تكون زائد E لزائد 1E بالنسبة للإستنتاج فقد إلكترونا وهكذا نخذ المثال هذا المثابهين المثال عدد الدريد 12 فقد إلكترونات لهم الجوج 12 نقص الجوج هي 10 وبالتالي الشحنة تكون زائد 2 فقد إلكترونات تفقين؟ إذا نشيركين في الدرس الدرس والأيونات إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو ومعيدنا في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة